إذا المرأة عم تشتغل وعم تتعب أكتر من الرجل هو يبدو يهتم فيها ويراضيها مليونين بالمئة سكانت هي عم تشتغل وهي عم تتعب أكيد وليج بقى أن يحتضن ويجلي ويكنس ويطبخ إنه ممكن أنه ليش لأ طيب طبعا ليش لأ أكيد ليش لأ بالعكس عندك مشكلة؟ أبدا أنا عندي طبعا بس بشكل عام طب ليش عندك مشكلة؟ أنا عندي مشكلة مبعرف كنس ولا يطبخ أما بطبيعة الحال يجب أن نقسم الأدوار إذا كنت أنا أعمل وهي لا تعمل هي ستتولى مهام منزلية أنا لا أتولها صح في طبيعة الحال لأنه بهذا الوقت سأكون في العمل إذا كنا تنينتنا عم نشتغل فالأولى أن تكون مثلا من يساعد كلنا لأنه أنا عم بشتغل وهي عم تشتغل إذا كان غيرنا قادرين أنه نجيب خادمة في طبيعة الحال أنا وهي سنتشارك في البيت هده يصير لك بالبلد؟ تقريبا من 2016 في دولة الإمارات مبسوط؟ أكيد جدا الحمد لله عم تبلشت على السوشيال ميديا صرت تحط الأفكار تبعك وقدش السوشيال ميديا حسيته منصة عطتك هيك جمهور أكبر بالشكل عام السوشيال ميديا موجود من دوزمة طويل أما كوجود عام أني أنشر فيديوهات وأظهر للناس بطبيعة الحال في محتوي هذا تقريبا من 2017 في البداية كان الأمر صدفة أنا كنت أريد أن تنزل فيديو جرب حالي شوف كيف تطلع الأمور فتفاجأت بحمد لله بالعالمين القبول الذي حدث خلت ليش؟ لا أستمر طالما الرسالة ستصل لعدد أكبر شهرت بالمسؤولية مع الوقت عندما رأيت التعليقات رأيت الناس تريد المزيد تريد أن تتعلم أن تتثقف في الجوانب التي أقدموها فأنت يلا علينا بها حسيت في عطش بالنسبة لهذا المحتوى أنه فيه نقص أو فيه يعني مش موجود بشكل مش منتشر بنفس الكمية الانتشار للمحتويات الترفيهية بطبيعة الحال تفاجأت صراحة بالقبول الذي يحدث لمحتوى مفيد واتتبه باللغة العربية ربما أنت من أول واحد يحكي معك لغة عربية محاول أطش هيك وهيك لكن بشكل عام عندما رأيت القبول للغة العربية ربما لكونيها سلسة ربما لكوني أضحك باللغة العربية أمزح باللغة العربية وأحبر عن ما أريد كذلك باللغة العربية شعرت أني رسول لعدة أشياء ليس فقط للفن التربوي الذي أرسله أيضا للغة العربية نفسها أجمل التعليقات التي كنت أتلقاها منذ بدات في السوشال ميديا وتعليق حببتنا باللغة العربية طب هي لغتكم أصلا لكن يبدو أن هناك من نفركم حتى تقولوا حببتنا شعرت أنها مسؤولية لدي حتى هذه اللحظة أحاول أنه لا خليك أحكي لك شوي باللهج العام يمكن أن تكون أقرب خليك أرحتك بطبيعة الحال لكن ربما عشقي لهذه اللغة لأسباب سأذكرها لك خلال المقابلة وربما كذلك لأنني شعرت أنني أستطيع أن أتكلم بها بسرحة وبنظارة وجمال حدثني بالله عليك ما معنى آلاء بأي لغة أجنبية أعطيني الفرق بالإنجليزية بين الرحمن والرحيم الفرق بين الودود العفو والمغفرة الود والصبابة والهيام أعطيني الفرق تتعرف عليتهم أول شيء فبالتالي هي لغة تعبر عن ما يختخت زينه الروح أكثر من أي لغة أخرى شعرت بالفعل أنني أمام لغة رائعة أيضا اللغة العربية أنا لا أمن أن فيها شار أن كلها شار كل ما تقوله باللغة العربية تشعر بأنه شار أيضا هي ذات هيبة وجلال كمان أعطيني معنى جلال لا أعطيني واضحة فهذه اللغة بطبيعة الحال جميلة إلى حد أننا إذا لمسناها ذقناها بهذه الطريقة سنعشقها بطبيعة الحال أما عندما نمارسها بشكل متقاعر وإن هذا الأمر مهم للغاية أكيد سيكرهنا لذلك أعود إلى سؤالك ابتعاد الشباب عن المؤثرين المفيدين أو كثير منهم هو دليل على أن هؤلاء المؤثرين لم يصلوا إلى الشباب وليس العكس طيب لماذا نحن لا ننافس هؤلاء الذين ينشرنا المحتوى أنا لا أقول محتوى سخيف محتوى ترفيه بالعكس يعني كله أهمية وضرورة لماذا لا ننافسهم بجمال وأسلوب الطرح حتى نصل إلى هؤلاء الشباب لماذا نلوم ذائقتهم نحن يجب أن نصل إليهم ببساطة أدواتهم معروفة الشاب يحب أن يمزح يحب أن يضحك ويحب أن يتعلم ولولا ذلك لما رأيت أناس لديهم الملايين وهم يقدمون محتوى رائع ومفيدة مضبوط بس أنا رح أقبل حكياتي بطريقة اللي أنا بحكي فيها بس هي هاي مشكلة كمان أنه اللغة العربية حسب قدية كمان معود أنك بحياتك اليومية أنك عائية لغة عم تحكي ومثلا بظروف أنه ممكن تكون ببلد فيه أكتر من جنسية وأنك عم تضطر كمان تحكي لغة الأجنبية مش بس العامية العربية فبتصير تفكر كمان بهاي الطريقة وأنا معظم التعليقات بتكون أنه لما بيضطر أنه حط كلمة اللي عبر عنها بيضطر أولى بالإنجليزي لأنه بضطر أو ما عم بيطلع معي أو أنا هيك معود فبنبسط أنه الأشخاص طالبين لغة العربية أكتر وبنبسط أنه جمهوري معناتها هني عرب وأنا هيدا هدفي بس بجرب قدمة فيي أحكي باللغة العربية بس العامية يعني منحكي بعدنا هون يعني بعد فالفصحة أصعب وأصعب يعني عم بتذكرني بالمعلم بالإستهز لا بطبيعة الحال أنت لما بتحكي بالعامية نسبة كبيرة من العرب سيفهمونك لكن إذا تكلمت بالعربية الفصيحة كل العرب سيفهمونك وأيضا قد ربما إذا كان سؤالك عن الصعوبات اللي بيواجهها من يتحدثوا باللغة العربية الفصحة والفصيحة عبر السوشيال ميدي أقول لك من يعيشوا في الجنة يتمنى أن يأتيها كل الناس حتى لو كان الطريق نحوها وعيرا أنا أشعر نفسي في الجنة أريد من الناس أن تقترب إليها وتعيش بها لكي يتذوقوها لأنهم سيعشقونها بالتأكيد ممتاز حكيت عن كيف نحن نقتحم نروح عند يونج جنريشن اللي هن الشباب بالمحتوى تابعهم وتقرب اللغة العربية أو المحتوى الجميل اللي عم تقدموا تقربوا من جيل الشباب وهي دي شغلي منها هيني لدي فيديوهات مثل هذا الفيديو سيطلع من هذه المقابلة أكيد فيها كلمات عامية كثيرة لكن بطبيعة الحال طالما أن الأمور سليسة وطالما تحدث هذه اللغة بطريقة سليسة وجميلة وتشعرك أنك تسمع عام بي فالأمور طيبة الأمور ممتازة شوف نظرتنا إلى الشباب تحتاج إلى تحسين نحن المتحدثون والذين يظهرون في الشأن العام نظرة على الشباب تحتاج إلى تحسين الشباب قادرون ويفهمون ولديهم الكثير والكثير جدا من الطاقات عندما تصل إليهم وتحادثهم بلغتهم أنت كنت عم تقول أنك تحكي بالإنجليش لا توصل لشريحة ربما معينة أنا كمان عندما أطحك في فيديو عندما ألامس الشاب في فيديو عندما أحكي له قصة أنا معناته عم لامس أدواته يعني هو يحب متابعة المسلسل لماذا؟ وفيه قصة في كثير من فيديوهات ينشر قصة لكن بعد هذه القصة أنا عم بنشر عبرة هنا الفرق أنا لا أريد أن أسليك فقط أنا كمان فيدك حتى تستفيد في حياتك في طبيعة الحال سوصة موضوع حديثي دائما عن المرأة وعن الرجل دائما الأمثلة الواقعية الأمثلة الاجتماعية لما متحدث يقول أنه المرأة تشعر هكذا والرجل يشعر هكذا أوكي حكي لي شو بيصير في البيوت عندما يدخل يعني مرة من المرات كنت في إحدى المقابلات إلا أنه الرجل صفاته سمعي أحيانا وبصري أحيانا ويستطيع كذا حتى ممكن تعطيني مثال لك عن الأب الرائع والأب غير رائع تلعط كمسان وباشر الأب خذية مني نوعين أب أول ما يدخل على البيت الأولاد بيعملوا حالهم ميتين وهذا مش رائع هناك أب آخر أول ما يدخل على البيت يتراكض الأبناء باتجاه الباب لكي يصيحوا أجابابة أجابابة لهذا الأب رائع هذا الفيديو الذي فيه هذا المثال الواقع ينتشر في السوشال ميديا أكثر من مئات الفيديوهات النظرية ذلك في أدوات في صناعة الفيديو يجب أن يتعلمها كل خطيب كل متحدث وكل متكلم أن عندما أنتقد بعض الإخوة المتحدثين يعني أقول بعض طبعا بعض الإخوة ربما المتحدثين الدينيين بغض النظر أي اتجاه أو أي مذهب أو أي دين هذا هو بيت القصيد عندي أن تصل إلى قلوبهم بأدواتهم دون أن ماذا أن تفرط بأدواتك الأساسية بس بساطة أما بس عم نشوف بصراحة عم نشوف كم شخص عم يبرزوا إن شاء الله هون بيكونوا يعني مثل يرغبوا سفراء السفراء لهذا الشي إذا كان موضوع حتى شيوخة متلاقيون هيك يصاروا على تيك توك مشغولين قريبين من الناس قريبين من الناس ومحتوىهم حلو كتير وعم يتقبلوهم صحيح طالما فتحت موضوع الأولاد والأباء وقلت ما فهمت موضوع الرجل اللي عنده سماعي وبصري شو أصدق بالموضوع حتى نبدأ الموضوع منذ البداية يعني بطبيعة الحال لخصت الرجل بأربع كلمات الرجل صياد حر يكره الفشل شوف الجملة هي تختصر الرجل على فكرة أولا الرجل ماذا الرجل صياد الرجل لا يحب تلك المرأة المتاحة دائما هي تظن أنها إذا صارت متاحة دائما متاحة عاطفية متاحة من كل النواحي الزوجية أنه خلص يكسبت قلبه بالعكس تماما الرجل يحب كأس الشاي التي يشربها بالعمل أكثر من عشر كأسات يشربها بالبيت تعرف ليش؟ أنه بالعمل هذا مش وقت كأس الشاي فلما بتجيك بتصدر عمل تشعر بقيمتها تعرف ليش الرجل صياد أنت غالبا بتشوف الرجل هو الذي يحب الصيد لا ترى بسهولة امرأة تحب الصيد صح؟ ليش؟ الرجل يحب أن يبذل جهدا في سبيل الشيء ولو كان بسيطا لكي يحصل عليه فعلى المرأة أن لا تكون متاحة دائما وأن لا تعطيه شك بلا رصيد متى ما أردتني موجودة خلص أنا مضمونة لأنه بعد فترة سيستهتر بالتعامل والتواصل معها بالمقابل أن لا تشعره أنه شغلها الشاغل يعني ما عنده شغل غير زوجة فقط بالعكس تماما تملأ وقتها بأشياء مفيدة وأن تشعره كذلك بأنه إذا من شغل عنها عندها ما تشغل نفسها به بكل بساطة هذه المرأة هي من تكسب قلب الرجل فاعتبره السر الأول من أسرار معرفة الرجل السر الثاني قلنا صياد ماهر حر صياد حر ما معنى حر أكثر ما يخيف ويرحب الرجل هو فكرة فقدان الحرية بالعكس تماما عندما سترتبط بي عندما ستتزوجني ستزداد رحلاتك ومغامراتك وطلعتك مع أصدقائك أنا من سأقول لك ما شتعت لرفاتك ما شتعت اللون ما حاببت أطلع معرفاتك حاببتك شوفك مبسوط معهم هذه المرأة ستكسب قلب سوجها جدا لأنها تركت له هذه المساحة ماذا من الحرية التي هو يعشقها أكثر ما يرعب الرجال نحن أزوه إياك أسابتنا نقلسع وصديقنا الثالث اللي بده يتزوج أول شغل من قلله إياها الأفص صح فكرة القفص والذي خلاص أنت صرت هلأ مربوط وما عاد نشوفك وانت كذا ففكرة الزواج أكثر ما يخيف الرجال الرجال فيها بطبيعة الحال هي ماذا؟ الحرية الحرية لكن المرأة الشاطرة تنهي هذا الموضوع منذ البداية إذن الرجل صياد حر يكره الفشل من أكثر ما يزعج الرجل صديقي هو فكرة أنه فشل إذا طلع معك بمشوار مثلا أو طلع برحلة أو حتى بحياته الزوجية معك إياك أن تشعليه أنه ما زبطت معك أنه موحلو يكره الفشل الرجل لديه كبرياء كبير أكيد هو موجود لدي المرأة كبرياء كبرياء الرجل أعلى وأسمى أكبر فلذلك لا تشعره بالفشل بالعكس حتى لو كانت الرحلة غير موفقة أو روحة المطعم والأكل ما كان طيب ولله بالعكس استمتعت وانبسطت وكان الوضع ممتاز والأجواء جيدة والأجواء بكفي أنه انبسطنا وطلعنا من البيت أشعره أنه حقق إنجازا لأن الرجل يحشق تحقيق الإنجازات بأقل الجهود بطبيعة الحال يحب هاي الفكرة كنت حققت إنجاز عملت شيء ما حد إليه أنا فشلته ما قدرت أعمله والأخطر طبعا لما المرأة تشعر الزوج أنه فشل في حياته معها أصلا بعض النساء تستسل والله ما شفت منك يوم كذا شو ما شفت مني يوم ساعد سنوات عايش أنا وياك فهذه الكلمة يأخذها الرجل بحرفية وهذه نفسه هذه الكلمة ستوصلني إلى النقيط طيب أنت يا عصام أفهمتنا من هو الرجل الرجل صياد حر يكره الفشل طيب من المرأة حلك المرأة واحد قال المرأة ليس كل ما تقوله تعنيه ليس كل ما تقوله المرأة تعنيه يعني المرأة عاطفية والتعبير عن العاطفة صعب للغاية يعني الصعب أنك تعبر عن العاطفة لا يمكن أن تمنطق العاطفة وتحولها إلى كلمات بسهولة فلذلك كلمات المرأة لم تكن دقيقة ما تتخيلها تكون دقيقة بينما الرجل يمنطق الأمور بالتالي إذا بدك تمنطق الكلمات سهل منطق يقال بمنطق كلمات وانتهى الموضوع أما المرأة عادة تتحدث بعاطفة بالتالي قد تتلعثم ببعض كلماتها زائد أنها قد تتهور ببعض الكلمات وهي لا تقصدها إذا قالت لك طلقني قصدها إياك تتركني إذا قالت لك ما حد بدي إياك وما حد بدي أشوفك مثلا ما حد تشوف ردة فعلك هتتمسك فيني ولا لا لاحظ العكس النقيط أحيانا تطلبه المرأة إذا قالت لك المرأة على سبيل المثال أنا مثلا لا أحبك قد يكون معناها أنا أعشقك شدة عشقي لك تجعلني أعبر عن كرهي لك حتى بس خبرك أني مزعوجة من وضع الفلاني ليس أكثر على الأقل في شي سعجني من وضع الفلاني لكبر المسألة بطبيعة لأن ليس كل ما تقوله المرأة تعنيه بالمقابل الجملة الثانية تعنيها الأقوال المقرونة بالأفعال يعني أعطيك مثال الرجل يكفيه أحيانا أنه هو يقدم هدية للمرأة صحيح يقدم الهدية يعتبر حاله أنجز كثير من النساء إذا عرض عليها الرجل أن يقدم مجموعة من الأقلام تمام نعتبر هذه مجموعة من الأقلام من دون ولا كلمة مع كلمة سيئة أو حتى من دون ولا كلمة تفضل قلما واحدا مع كلمة جميلة وسأل النساء لذلك إذا أردت أن تكسب امرأتك فاعلم أن الكلمة مقدمة عندها على الأفعال أو مقرونة بالأفعال حتى لا نبالغ فإذا أردت أن تحادث المرأة فحدثها بلغتها لغة المرأة فعل مقرون بالكلمة الجميلة حينها ماذا سيعجبها بطبيعة الحال يعني فكرة أنه بدي أعطيك أنا هدية جبت لك هدية يا زلمي يا زلمي لا الهدية لا تغطر للمرأة بهذا الشكل يجب أن تخفى بطريقة معينة وتعمل لها دراما معينة هذه طبيعة المرأة طيب نفهمها ونتعامل مع حدنا للولادة حسب الهدية حسب الهدية كمان بيمشي الحال إذا كانت سيارة فيك تزدت المفاتيح إجمالا هذه الجملة الثانية إذن الجملة الثالثة هي جمل أنا لخص فيها الرجل جمل لخص فيها المرأة طبعا لاحظ الرجل لخصته بالكلمات أما المرأة بالجمل ربما الموضوع عاقد قليلا المرأة تعشق الديدلاين تعشق الأوقات المحددة الرجل يكره الديدلاين ويكره الأوقات المحددة لأنها تشعره بمسؤولية عرفت كيف؟ رجل يحب التحرر أصلا من هذه الأوقات المحددة المرأة تحب أن تقول لها بالموعد الفلاني ستتم مثلا الخطبة بالموعد الفلاني ستتم الأمور الفلانية بغض النظر حتى بعد الزواج تحب الأمور أن تكون محددة الرجل بالحكس تماما هذا يشعره هذا يربطه لذلك المرأة أنجح من الرجل في عمل السكرتارية وإدارة المكاتب أنه عندها ديتلاين جدا جدا محدد ومرتب بطبيعة الحال نحن كل ما حدا قالنا هيك اليوم إمت ما بدك عمل الشيء الفلاني وخذ راحتك هذا الأمر يريحني جدا كرجل يجب أن تعي المرأة هذا الأمر فتتسامح أحيانا بعض التحديدات الوقتية بدل أن تطلب منه الوقت بهذه الطريقة المباشرة حدد لي الوقت الذي سيحدث فيه مثلا تحدث فيه الرحلة الفلانية والطلع الفلانية أن تقول له متى وقتك فارغ حتى ممكن نطلع مع بعض من الوقت لأنت بتشوفه مناسب هذا سيدفع الرجل لي يحدد لك الوقت لكن بهدوء بطبيعة الحال هذه أعتبرها أيضا مهمة جدا أيضا المرأة هي أكثر الناس جمالا صح؟ عندك شك؟ دير بالك المرأة هي أكثر الناس ثقة بجمالها تخير وأكثر الناس شكا بهذا الجمال هي أكثر الناس التي تعتقد يقينا أنها قمة في الجمال تؤمن أنها جميلة هي أكثر الناس شكا بهذا الجمال سبحان الله لما بحثت في علم النفس أنه كيف هي التناخض هذه؟ تعرفين أنك جميلة وتشكين بجمالك تبين لي أن المرأة أكثر دقة من الرجل في رؤية التفاصيل صح؟ بتشوف التفاصيل أكثر من الرجل شدة رؤيتها للتفاصيل تجعلها ترى في نفسها ألف جمال كل يوم وألف علة كل يوم لذلك واجب الرجل هنا أن يذكرها بجمالها كل يوم سألني أحد الأشخاص أنه كم مرة أذكر زوجتي بجمالك أو بجمالها في اليوم؟ قلت له إنشئت سبع أيام بالأسبوع إنشئت تسع أيام في الأسبوع عشرين يوم في الأسبوع لن تشبع من هذا الأمر بالتأكيد طبعا عدم المبالغة مهم لأن الكلمة عندما تزيد عن حدها قد تفقد لذتها سواء كما أو نوعا بطبيعة الحال هذه أسرار أسوقها الآن في هذا اللقاء وفاتني فقط صر صغير للأسف كثير من النساء يظن تظن أن الرجل ما بيحب المديح المديح لنا نحن وحكر على النساء يا ستي أفاجئك في كثير من الرجال هذا الأمر يحبون المديح أكثر من النساء الرجل يحب من يذكره كذلك بأنه وسيم وبأنه جميل وبأنه عم يشتغل وأنه يعني يقوم بواجباته وما بوسعه وإلى آخره بل أكثر من ذلك قد ينغر بالمديح أكثر من المرأة مرة أحد أصدقائنا بيعرف الأخ عبد العزيز هو معنا هون بالستيديو هو جدا بخيل جدا جدا أبخل من عليها يعني يا زلمي ناله يا زلمي فعلا أنت بحر في الكرم ما شفنا قالنا إيه والله بدي حاول أخفف إن شاء الله ولذلك يعني الرجل يتأثر بالشدة بالمديح وأكثر من ذلك أنه قد تكسب قلبه بالمديح وأكرر مرة أخرى عدم المبالغة كل شيء جميل زاد عن حده إنقلب إلى طده بس دكتور عصامة عم بتتقول أنه شوي في بعض اللي عم ترسم صورة عن المرأة يمكن هي ما بتعجبها هاي الصورة يعني الصورة اللي عم تحكيها عن المرأة يعني فيها بعض المدح ولكن يمكن ما يكون فيه بمعرض الزم خليني قوله من وجهة نظر يمكن بعض النساء أنه يمكن ما بد يعني أنا الصورة أنه هي لازم تكون عم تعمل كل شيء لطرد الرجل يعني هذه الصورة اللي أنا أخدتها أنه المرأة لازم تكون جميلة أو هي طريق تفكيرها مش متل على نفس المستوى تفكير الرجل مش بنفس المنطق تبع عامة الرجال أو عامة الإنسان يعني بشكل عام أنه فرقناها بطريقة كتير أكبر أنه كل شيء بدأت تعمله هي يعني أخدت فكرة أنه لطرد الرجل وترد مشاعره وما تسأله على الوقت وما تسأله على يعني أو هي عاطفية ومعنى هذا الشيء طبعا الأمرأة عاطفية بس ولكن هل أنه العاطفي اللي عندها إياها بتمنعها أنها تكون عم تفكر بشكل منظم وبشكل أو هم تقول كلماتها منتقيتهم صح بدو يأثر على هذا الشيء يعني حسيت فيه جاب عم ينحط وفيه فرق كبير بين الرجل والمرأة إذا بترجع بتعيد الحكيتهم أنا كل آياتهم بتلاقي أكترهم تولدوا أشياء مطلوبة من الرجل وإست مطلوبة من المرأة إلا موضوع تتلعين فقط لأنت ذكرت فقط مطلوب منه أنه يمدحها ويعبر إنها جميلة مطلوب منه أنه لا يتأثر بكل كلماتها قد لا تعني كل ما تقول مطلوب من الرجل أن حكينا قد لا تعني بكل ما تقول هاي البوينت هاي مثلا على سبيل المثال ما معناها؟ معناها أنها عاطفية ولا يمكن أن تمنطق العاطفة مثل ما ذكرنا شوف ربما طبعا البعض يقول لك ليش نحن نحن النساء منطقيات ونحن النساء قادرات ونحن 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 أنا أعتقد هذا الكلام منعفين الفطرة بالعكس برأي المرأة المكتملة التي تعشق أنوثتها كما خلقها الله نعم أنا عندي أحيانا حالات هرمونية تحدث معي يجب أن يتحملني الرجل الرجل يتعب أحيانا أكثر من المرأة كونه شغله غالبا يكون جسدي في كثير من الأحيان يكون جسدي وفيه يتعب أكثر بعدد الساعات أحيانا من المرأة فلازم كمان هي تتحمله بطبيعة الحال وما بدنا نحن نغوص أكثر تبين علميا أنه حتى الرجل عنده دورة شهرية المهم لكن بدون نفس التفاصيل التي يعني تكون أكيد عند المرأة باختصار شديد يجب أن نتحمل بعضنا ما أقوله أنا أثبتت أكيد من خلال قراءاتي أنه بالعكس يكمل المرأة من جمال وعظمة خلق المرأة أنها عاطفية وذكرت هذا الأمر لأنها بذلك هذا الأمر يجعلها بحاجة لأن تحتوى فغذاء المرأة أن تحتوى وغذاء الرجل أن يحتوي فإذا بيطلع لنا هلأ سيدة تقول لا أنا ما بدي حدا يحتويني فهي خرجت عن منطق الأنوت لا أنت تحتاجين لمن يحتويك لمن يحتضنك ربما ما حدث معك في حياتك أنه في شخص ربما آذاك أو أشخاص كثر آذوك جعلوك تنفرين هذا النفور وسعندك هذه الثورة تجارة أنا أتفهم ذلك لكن هل هذا سيغير من كونك عاطفية؟ هل هذا سيغير من كونك تحتاجين للاحتواء؟ لأن لحظة الرجل أيضا غذاؤه أن يحتوي غذاء الرجل أن يحتضن هاي كالله سبحانه وتعالى أرادنا فمن يريد أن يقف في وجهة التيار هذا شأنه نحترم ونقدر وجهة نظرية إذا المرأة عم تشتغل وعم تتعب أكتر من الرجل هو يبدو يهتم فيها ويراضيها مليونين بالمئة مليونين بالمئة فهي ممكن تكون عم تتعب أكتر من الرجل ومفروض هو يسيرها لأنه كمان عندها يمكن شغل وعندها تربية أولاد عندها أمور أكتر يمكن تضغطها أكتر من الرجل مئة بالمئة فمنى يعني القصة منى شملية على كل الأشخاص عم تتطبع مئة بالمئة مئة بالمئة سكانت هي عم تشتغل وهي عم تتعب أكيد وقال ليش بقى أن يحتضن ويجلي ويكنس ويطبخ إنه ممكن أنه ليش لقى طيب طبعا ليش لقى أكيد ليش لقى بالعكس عندك مشكلة؟ أمدا أنا عندي طبعا بس بشكل عام طب ليش عندك مشكلة؟ أنا عندي مشكلة ما بعرف كالناس ولا أطبخ فيك تتعلم من أهم الطبخين كمان شباب بالشكل عام عندما تحتاج المرأة إلى هذا الرجل أن يساندها ويكون معها طبعا يطبخ وطبعا ينظف البيت طبعا أما بطبيعة الحال يجب أن نقسم الأدوار إذا كنت أنا أعمل وهي لا تعمل هي ستتولى مهام منزلية أنا لا أتولها صح بطبيعة الحال لأنه بهذا الوقت سأكون في العمل إذا كنا اتنينتنا عم نشتغل فالأولى أن تكون مثلا من يساعد كلنا لأنه أنا عم بشتغل وهي عم تشتغل إذا كان غيرنا قادرين أن نجيب خادمة في طبيعة الحال أنا وهي سنتشارك في البيت لا بالعكس حتى في الأصل الديني بطبيعة الحال في الأصل الديني لدينا رسل كانوا يعاونون زوجاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجته وكان يقوم بصنعة أهله كما تقول عنه إحدى زوجاتهم المؤمنين عائشة فالموطوح موجود بطبيعة الحال أما أنا كعصام أنا شخصيا أنا لا أجهد إلا ثلاثة طبخات اعد على أيدك الشاي القهوة لا والله القهوة مش كثير لحظة صاروا طبختين وربما البيت أحيانا على طريقة حسان في طاعة طاعة البيت الشاي عملته طبخة بس إن شاء الله يعني إن شاء الله ما بطر يتعلم بطبيعة الحال بشكل عام بس إجمالا نعم يجب على الرجل أن يساعد زوجته وهي تساعده موطوع بسيط شوف برأيي كثرة المتحدثين في الحياة الزوجية وكثرة المتحدثين في موضوع تربية الأبناء أمر إيجابي وسلبي بنفس الوقت إيجابي من ناحية فعلا الناس تحتاج إلى معلومات كثيرة في هذا الموضوع وبالمقابل وصلنا إلى مرحلة من كثرة متحدثين في هذا المجال صرنا نريد أن نمنطق كل الأمور ويجب أن تكون واحد زائد واحد يساوي اثنان يأتي متحدث مثلا فيقول يجب على الرجل أن يفعل كذا ويجب على المرأة أن تفعل كذا لا يا حبيبي لنا وضعنا الخاص تأتيني سيدة مثلا متحدثة تربوية بغض النظر عن الأسماء تقول على الرجل أن لا يمنع عن زوجته أي شيء تريده ولا يا سيدة ممكن أنا أمنع عنها الببسي لسه بمعنى المنع طبعا أنصحها يا ريت يا حبيبتي بل الببسي خليني نمنعه عن البيت لأنه هذا عم يأزينه هذا عم يظلم ممنوع تفعل لا وضعك أنت وزوجك شيء يا متحدثة يا تربوية يا أسرية وضعي أنا شيء آخر ربما أنا أحل مشاكلي مع زوجتي بطريقة هي التي لا يفعلها مثلنا أحد لأنه أنا وياها عاملين هارموني خاص بيني وبينها ما حتى بيهارفه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ثم أنا وياها فبالتالي ليست كل الأمور تحل على طريقة الخبراء التربويين والنفسانيين يجب أن لا نسلم أمورنا بشكل كامل لهؤلاء المتحدثين من أولهم أنا يعني طبيعة الحال نحن نتحدث بشكل عام تحدث بشكل عام لكن بطبيعة الحال أنتم لكم ظرفكم لكم وضعكم التي تستطيعون أن تقدروا الأمور على أساسه هذا مهم جدا هلا أكيد كل شخص بيوازن الأمور مثل ما هو من نظرته من خبرته ومن رأيه يعني أنا مثلا بشوف المرأة أنه هي تساوي الرجل بكل الأماكن وبكل المجالات وباعتبرها يعني فيون يكونوا اتنين بيتنافسوا بالحياة وأنا أعشق المرأة اللي بتكون هي عندها شغل وعندها كارير وعندها علم وعندها حتى عندها مجتمع يعني ممكن أصدقاء خاصين فيها وأنا عندي أصدقاء ونحن بنجتمع على تربية الولاد وعلى أمور نسبة معينة من الحياة أنا رأيي أنه ما بيسوى الرجل يمتلك المرأة 100% بحياتها ولا هي بتقدر تملك حياته 100% لازم يكون فيه مجال معين حرية مثل ما حكيت عنه الرجل بحب الحرية والأمرأة تحب الحرية ولكن حدود الحرية هي أكيد ضمن مجال الأخلاق أو ضمن مجال الاجتماعي وضمن مجال العملي فبدون ما يحدوا من بعضهم بدون ما يكون فيه يعني نظرة مختلفة لشخص أنه أنا وصي أو أنا حتى يمكن الموضوع المادي بيفرض على الرجال يكون عنده بعض القرارات اللي هي مضطر هو ياخد قرار فيها كرب بيت لأنه هو عنده مسئولية مادية ولكن إذا بتعكس هيدا الشيء ويضلوا تفكير نفسه يعني بمعنى أنه هل الرجل رح يتقبل امرأة تشتغل وتصرف عليه وتطبق لنفس الأحكام اللي هو عم بيطبقها عليها؟ نعم أنت تحدث عنك عدة مواضيع وآخر موضوع سنوصل لهذا الموضوع الأول موضوع أنك تحترم المرأة التي تعمل وتساوي الرجل فيما يتعلق بكذا وكذا وكذا طبعا أكثر من ذلك أقول لك الرجل هو الذي يجب أن يسعى لإشغال زوجته إن لم تكن قادرة على إشغال نفسها الرجل الحقيقي هو الذي يصنع هدف المرأة إن لم تكن قادرة على صناعة هدف لنفسها الرجل الحقيقي هو الذي يعلم أن المرأة إذا انشغلت ذلك سيكون بمصلحته وإن كنت أتحدث بأنانية قليلا هنا لكن معلش خلينا نحدثه بلغته أو بلغة بعض الرجال هذا لمصلحتك إذا انشغلت بأهدافها وطموحاتها وأكيد تركت لك حيزا مهما بحياتها هذا سيجعلها لا تدقق على تفاصيل وأخطاء أنت تقوم بها وأنت الأدرع والأعلم بها أما إذا جعلت امرأتك لا تعمل وبلا هدف وبفراغ تهم كالأكلمة لا تعمل قد يفهموها أنه فقط العمل المادي لا تعمل أي أعمال كثيرة قد تقوم بها المرأة قد تتعلم المرأة فأعتبره عملا عملا دراسيا مثلا بالتالي إذا كانت المرأة تشغل وقتها بشكل ممتاز فأعلم أن هذا الأمر سينعكس جمالا على حياتك لأنك بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة من الزواج عندما ستقف هذه المرأة وقد بدأت التجاعد تظهر في وجهها أمام المرأة ستقول أين ضيعت نفسي على ذلك الرجل النائم الذي كان غاضبا مني قبل قليل ويظلمني وعلى هؤلاء الأولاد الذين لا أعرفوا إذا كانوا سيكونون بارين أم غير بارين ماذا صنعت لنفسي بالعكس تماما أريدها أن تشعر أنها ربت هذه أولا أنها ترى أنها ربت وأنها أنجزت فهنا تشعر أنها تمشي في كليهما وأساعدها لأن تحقق كلاهما حينها ستكون سعيدة إذا سعادتها ستنعكس عليك بالمقابل سعادتك دائما كانت تنعكس عليها المرأة أكرم من الرجل الرجل أعطيك مثالا إذا كان الرجل سعيدا تسعد بالتأكيد صح؟ المرأة ليست دائما إذا كانت سعيدة يسعد الرجل في طبيعة الحال المرأة تعلق سعادتها وحزنها وراحتها لأجل الرجل هيك سبحان الله شوف من أحن البنت وللولد معروف؟ البنت أحن على أبيها وعلى أمها هي عاطفية بطبيعة الحال تعلق قلبها وروحها لأجل زوجها أتمنى أن يعلق الرجال بعض أرواحهم وبعض عاطفتهم لأجل ماذا؟ لأجل زوجاتهم هذا بالشكل عام آخر شيء شو حكيت؟ حكيت عن... نسيت ألعا أنه الحكي من الوحظ الموضوع تعمل لا، منكمل بس... هلأ بتذكر لك الموضوع... بس... كأنه عطول عم نحكي عن المرأة لما تكون مع الرجل فيك تحدثني عن المرأة لو هي مش مع الرجل يعني امرأة... يمكن حالي ما تتزوج أو تأخر الموضوع حتى ما يكون فيه يعني أحادثها وأحادث والديها لما أنه تعلم تكهيل لا ما تربطها بحدا يعني أنا ما بدي وصي لأنه أنا ليش عم بفترح هذا الموضوع لأنه عطول عم حس فيه وصي فيه عنده واجب تعمله يعني عطول هي كأنه حياته مرتبطة بس لإسعاد الرجل حتى لو بدأت تشتغل وتنجح هو في سبيل أنه أنت رح تكون سعيد أكتر أو هي ما تلومك بعدين أو لما تكبر أنه هي تلومك أنه أنا شو عملت بحياتي أو زبت عليك الملامة مثل ما قالنا فحكينا عن المرأة كشخص كإنسانة متحررة أو يعني ككيان لحاله بدون الرجل بصريم كتر مع منشوف جمعيات ومؤسسات تتحدث عن المرأة الدفاع عن المرأة صلنا نرى كل متحدثة يحكي له كلمتين عن المرأة يريد أن يجعل عليها وصيا أتحدث عن شريك ألا أتحدث عن وصي أتحدث عن شريك يشاركها المنزل هذا بالسؤال الأول والأب يشاركها المنزل وهي تشاركها نتحدث عن وصي الأم تشاركها المنزل وهي تشاركها الابن فنحن نتحدث عن شريك لكن شدة الحساسية قد تجعلنا شأنه فيه وصي لازم نرأة كل حالة المرأة المتمردة المسيطرة عرفتها؟ سيدي بشكل عام لماذا أقول لك أن أمركز عن موضوع الأبن أن المرأة قبل أن تصبح امرأة كانت طفلة صح بدي بلش بالأب وأصل بعدين إلى المرأة التي تعيش وحدها منيحيك؟ طيب أتمنى من كل أب أن يحرص على أن تدرسها ابنته وأن تتثقف وأن تتعلم أن يشجعها أن يحفزها على ذلك حتى لما تكبر لا تكون بحاجة زوجها مئة بالمئة شفت لو أمدي أصلك؟ حتى لا تكون بحاجة هذا الشريك ماديا مئة بالمئة ستكون بحاجته إلى حد كبير لكن إذا ما اضطرت على هذا الاستقلال لأن الأصل بالمرأة أن تكون مع الرجل إذا ما اضطرت على أن تكون مستقلة مثل ما حضرتك تفضلت أن تكون قادر على أن تقف إلى جانب نفسها هذه رسالتي للأبا أما رسالتي للمرأة أتمنى إن لم يكن لديك ذلك الأب المشجع ولا تلك الأم المحفزة ولا ذلك الزوج الداعم أنت أن تحرصي على أن تحسبي حسابا إلى ما بعد عشر سنوات ماذا لو حدث لا سمح الله انفصال لسبب ما لوفاة الزوج مثلا شو حيكم بحياتك الوضاع؟ أتمنى أن تدرسي أن تتثقفي أن تكتسبي الخبرة قدر الإمكان ضمن ما يتيحه لك المجتمع حتى تكوني قادر على الاستقلال قدر الإمكان قدر الإمكان مادياً هذا سيعطيك قوة في التعامل مع الحياة والتعامل مع ظروفها الصعبة والحياة تمر خصوصاً بالفترات الماضية آخر خمسة أو ست عقود من الزمن الحياة تصعب على المرأة وعلى الرجل بطبيعة الحال فأنا مع هذا الأمر ولذلك سقت لك هذه النصر طيب أوكي مش عم تعملها كرامتي يعني أكيد مش كرامتي ما بدي تعمل شي كرامتي لا 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 أنا عم نقشك بأمور يمكن ما بتتفق معك فيها أنا أكلمك ما أقولهم إذو سبع سنوات نفسه وذاته بس بطريقة أخرى طيب أوكي عم تسيرني يعني لا لا أبداً لا أبداً ما فيه مسيره ما في رجل يحترم نفسه ما في رجل يحترم نفسه لا يحترم والدته لا يحترم أخته حديثنا عن المرأة ليس حديث فقط عن الزوجة أنا أتحدث عن قلبي عن أمي عن أختي عن شقيقتي إذا لم أكن أتحدث عن زوجتي وإلى تقل قدراً عن كل منهم وعن المرأة بشكل عام صحيح لو ما بتقربنا يعني أكيد طيب خلينا نحكي عن الشباب شوية صغيرة شووا بمعنى الشباب من البنات أو الشباب يعني بمعنى العمر الجيل الجميل الأشخاص اللي عندهم تخبط وخصوصاً بالكارير تابعهم أو شو بدهم ياخدوا قرار بالحياة والمثال اللي عم بيكون موجود قدامهم مرات مثال خاطئ أو يعني ما بيوصلهم للهدف وخصوصاً أنت حكيت عن هذا الموضوع أنه نحنا بعض الأحيان نتمثل بالمشاهير وبحياتهم والأسلوب الحياة اللي عم نشوفه أنه ممكن سهل بنظرنا لأنه هن عم يفرجونا إياه بطريقة سهلة أداء عم بيأثر على الشباب وعلى اتخاذات اتخاذهم متقرار سليم بالتخصص أو بسرعة بالنجاح مثلاً أنه بيفكروا الحياة سهلة بيفكروا الحياة أنه ممكن أخطي نفس الخطوات مع أنه في نجاحات عم تكون سريعة بهيدا الجيل الجديد وخصوصاً بالسوشيل ميديا وممكن بالكريبتو كارنسي أو بالأمور بس ولكن هي ما بتبقى واحد بالمليون يعني ما الناشي مني فشو نصيحتك لهو الشباب وكيف بيقدروا والمثال منين بياخدوه في ثلاثة كاذيب صدقها الشباب وبرأيي دهورت حياة كثيرين منهم الكذبة الأولى أنت صغير سبكير بعد بكير طويل بالك ساتك عبرك 17-18 سنة من هل لا بدك تنجز؟ لا يا حبيبي أنت كبير نعم متى ما صرت فوق الخمستاش صار لازم نخبرك المعلومة التي قد لا تسرك دائماً أنت كبير وأنت يجب أن تنجز ويجب أن تصنع أنا لا أبدأ أكيد أحطها على كاهل مسؤولية أكبر من قدراتي لكن أنت تستطيع أن تنجز أنه الآن أنا ومعك في هذه المقابلة إذا أردت أن أسوق لك الأسماء التي أنجزت قبل سنة العشرين لن أنتهي لن تنتهي المقابلة لن نحن نسكر الأسماء بطبيعة الحال أنت من الآن بدأ وقت إنجازك هذه الحياة أمامك ابدأ أرينا ما عندك بطبيعة الحال هذه الكذبة الأولى الكذبة الثانية يجب أن تتفرغ للدراسة أكبر مكسرات الدراسة أن تتفرغ لها أكبر الأشياء التي تجعل الدراسة لا تكون كما يجب هي أن تتفرغ لها بالعكس تماما قد تتشجع للدراسة أكثر إذا كنت تنجز في ميدان آخر في ميدان هواية معينة في ميدان عمل معين أذكر كنت في السنة الثالثة من حياتي الجامعية كانت تستضيفني القنوات تستضيفني القنوات وحتى الصحف تكتب محمد عصام محهم ودير شبكة إعلامية يقول هذا الكلام في عمر العشرين ودير شبكة إعلامية نعم تستطيع أن تعمل طبعا على قدر على أدل حافك مدرج ليك لكن بالمقابل لازم عندما تصل إلى مرحلة ما بعد الجامعة تكون ثمة لديك شهادات خبرة في أي مجال كان بالهندسة بالبرمجة بالأداب العربي في التدريس الجامعي كنت دايما أنصح الذين يدرسون في كليات الأداب يجب أن تأخذوا ساعات في المدارس من الآن حتى عندما تصلون إلى مرحلة ما بعد الدراسة سيكون لديكم بطبيعة الحال فرصة أكثر من غيركم عندك كريدت أنت بطبيعة الحال مش كالبقية هذه جدا مهمة الكذبة الثالثة أو الأمر الثالث الشهرة ليست دليل النجاح الوحيد أوهموك عندما أشعروك بذلك أنه أنت تقيم سابقا كنا نقول معك إرش بتسوى إرش معك عشرة فلورز تسوى عشرة فلاق يا سيدي قد تكون مغمورا في الأرض لكنك تحقق إنجازات كبيرة قد تكون حدادا حلاقا تعمل وراء سيخ الشاورمة مهن كريمة جدا عظيمة جدا تخدمنا جدا أنت ناجح في مجالك ناجح في مكانك لكن أرنا لمسة إبداعك أرنا لمسة إبداعك أنا جايل عندك بهذا المكان لازم معي شيء إبداعي أقدم لك بطبيعة الحال قبل وخلال المقابلة وإلا لماذا أنا أقوم بهذه المقابلة هذه نقطة مهمة للغاية بما أنه أنت كريم في الوقت إذا كان سأكون كريما بنقطة رابعة كذلك ليس كل ما يفعله أهل السوشال ميديا حقيقي أنا الآن أظهر أمامكم بهذا الزي الجميل وبهذه الابتسامة أنا ربما بعد قليل أذهب إلى سيارتي وأشوف أني مخالف على سبيل الثاني أن يستحطى الباركينج عم بذكر فأنزحك بطبيعة الحال فلا تظن أن هؤلاء دائما مروئين ومبسوطين عندما تمر من أمام البيلات الجميلة أمام البيوت الفاخرة لا تقول الله شو مرتاحين ترى نصهم هدول ما بينام لحتى يأخذ حبة منوم الله أعلم شو وضعهم لا نعلم يعني الله أعلم يمكن مرة هي حدثت معي في 2018 استدعاني شخص يملك من المال 54 مليون دولار بحث عنه في ويكبيديا قبل أن أذهب إليه أنت تعلم أنني أعمل يعني أنا أحد مديري مديرين في اتحاد مبدعين العرب وكذلك أعمل مستشارة لقبار الشخصيات فلما ذهبت إلى المقابلة وأنا قرأت أنه أنا رح ألتقي بشخص عنده 54 مليون دولار يعني 2018 بتحكي أنا لست كبيرا جدا في العمر كنت لست كصاحب الخبرة التي لا بأس بها الآن والمتواضع الآن فلما التقيت به وشي كان مكشر تعبان مهدي كتافه قال لي دكتور عصام أنا مش سعيد في حياتي أول كلمة بقلبي يخرب بيتك 54 مليون دولار خير اسمع شو المشكلة عنده قال والله أنا مش مش مبسوط في حياتي قلت له خير يا حاج طبعا توفي يا رحمه الله قال والله عندي مشكلة مع زوجتي هلا مثل ما حيحكي كثير من العالم بلا زوجة عندك مصاري فقال أنا مش مبسوط مع زوجتي وأنا أحبها وأنا كذا أعطيته بعض النصائح يعني بطبيعة الحال أكثر نصائحي كانت يجب أن أتقبل آخر بعيوبه نحن نتعامل مع ناس ملائكة قدر الإمكان كلمات محفزة قد تصنع عثرا فيه بعدين قال لي المصيبة الأكبر لديه يشوف المصيبة الأكبر وسأقف عندها قال يلي بلشوا معي كنا نحن نعمل في تجارة اللؤلؤ يقول عندما كنا أطفالا وشبابا وبعدها صارت لدينا استثمارات وبنوك وأبراجه إلى آخره قال لي كانوا بلشوا معي من لما بلشنا تجارة اللؤلؤ الواحد منهم الآن يملك ما لا يقل من عشرة إلى عشرين مليار دولار وأنا ما عندي غير أربعة وخمسين مليون دولار وقلت له لي خرب بيتك الثاني بقلبي طبعا أنه أنت لو تعطينا أربعة وتترك عندك الخمسين والله منبطل من نكون غير ساعدين نحن عرفت كيف فهنا عرفت وذقت تماما صديقي معنى أن لا تنظر إلى من هم فوقك حتى لا تزدري نعم الله بمعنى أيها الشاب مهما وصلت إلى نجاح ستجد أناسا قد نجحوا أكثر منك خذها مني أنت الآن ربما أنا بعرف شخص عنده مليون ونصف مليون متابع مليون ونصف مليون متابع جلست معه يقول والله أنا ما أنا مبسوط بنزل 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 ما عندي غير مليون ونص هذا اللي بده يخرب بيتك الثالث طيب ليه مليون ونصف يعني رقم ناس تتمنى يكون عنده مائة ألف على السوشال ميديا ليش طيب قال لي يعني أنا عندي مليون ونصف وشوفه ومنشد قال لي وسامي يوسف ومهرزين ومدريمين وأبلش يحط لي مطربين وقل كفوري وكذا عنده تقول أنت بحياتك لن تسعد بحياتك لن تكون سعيدا طالما عينك إلى الأعلى دائما متى أضع عيني إلى الأعلى عندما أكتب الطموحات والأهداف فقط المطلوب مني أن أعمل النتائج عند رب العالمين المطلوب مني أن أصنع جهدي أني أنا ما قصر وما أضيع وقت قدر الإمكان بعدها النتائج عند الله عز وجل وأقول لي كل شاب إذن اطمح خطط ولا تتأثر بالظروف قول يا رب وهذا اللي بد يسألك أنه قد تتعارض مع الطموح وأنه واحد يكون عنده آيدل أو يكون عنده شخص يعني يقول أنا هذا الشخص مثلا بدي يوصل له بدون ما يكون في حسد وحكيت عن هذا الموضوع أنه هل أنه نحن ما فينا نطلع بهول الأشخاص ونعتبرهم آيدل بالنسبة لأنه جميل جدا جميل جدا أعتقد فوربس تحدثت أنه بعام 2013 أكثر الشباب تعرف في جوائز دائما عالمية متعلقة بالشباب حتى جوائز عربية وهذا كلام أكده اتحاد المبدعين العرب أكثر المرشحين للجوائز الشبابية بعام 2013 انتبهي يعني أنت عم تحكي بعد سنتين من قيام الأزمة الكبيرة والحرب التي عاشها السوريون صح؟ أكثرهم سوريون طب ما الذي حدث؟ كنتوا عاديين ببيوتكم ما كنتوا عم تتصدروا النسب المرشحة لأفضل الجوائز ببساطة المصاعب هي التي تجعلك تنجز المتاعب التي تجعلك تتحداها لاحظت؟ كلما زادت صعوبة الأشياء التي تفعلها والظروف التي تواجهك الآن كلما زادت لذتك عندما ستحصل على النتائج والأهداف عندما تحصل على النتائج بسهولة هل أن تشعر بلذة الموضوع بطبيعة الحال؟ يعني رب شخصا مثلا قال للخادمة التي في بيته وسميها شركة المنزل لو نسميها خادمة هلأ لو سمحت لا تأشري لي أنا بحب أشري لحالي أنا أستمتع بالتفاحة إذا قشرتها بنفسي صح أو لا؟ فلذلك بالعكس تماما انظر إلى هذه الظروف بشكل إيجابي أنا لا أريد أن كما منقول بالسوري واللبناني أسوي البحرط حيني ونسهل الأمور نعم أنت قادر أنت تستطيع وأنت أو أنت مثل كلام أخرج العملاق الذي في داخلك والتنمية البشرية ولكن أنا فقط أريد أن أقول لك أكثر من عانا هم الأنبياء صح أو أنا غلطة؟ لكنهم نجحوا طيب أكثر من عانا هم القادة الكبار ارجع إلى كل الناجحين بتلاقي دائما ثمة معاناة في بدايات حياتهم لكنهم تجاوزوها كن أنت التالي والأمور اللي بتجي بالصعب أو عن طريق جهد إلى طعم أجمل جدا من الأمور بتجي بالسهل صدقت وحكينا عن السعادة وحكيت عن السعادة أنه هي بالرحلة وليست بالهدف جميل فنحن عطول من بحياتنا ومعظم الأشخاص بيحكي معهم وأنا منهم ما منقدر نعيش اللحظة ما منقدر نعيش يومنا بيومه ما نستمتع عطول نربط سعادتنا بالمستقبل أو أفكارنا بالماضي وطموحنا أنه أنا بس وصل لهيدا التاريخ أو بس يصير معي هيدا الغرض أو هاي السيارة أو هيدا الشغل أو بس وصل لهيدا البوزيشن معين بحياتي عطول من أجل سعادتنا أحسنت وما منعيش يومه بس كتير صعب الواحد يعيش يومه بيومه صراحة يعني بنا هيدا شغلي بيعتقد كل شخص بيطمح يوصل له وآخر شي بدي أقول لك ياللي عم بيوصلو له عم بيكونوا منزهين أو عم يتجردوا من الماديات يعني أكتر شخص بيقول لك أنا بعيش يومي بيومه بتلاقيه كمان صار صوفاني يعني وقاعد صوفي صار قاعد مديتيشن هل أنه نحن لنعيش يومنا مضطرين لأنه نكون فعلا نتجرد من كل الأمور المادية لحوالينا؟ رح مرئ لك موضوع الصوفي بس موضوع الشباب بشكل عام والظروف والسعادة بشكل عام شوف سيدي حبيت منك أنا بطول سؤالي لأنه بعرفك بدك تمد وتحكي فأبعطيك يوم كله الله يصعدك أنا حبيت منك عبارة جميلة قلت يؤجل السعادة حسنت يؤجل السعادة عبارة جدا جدا جميلة ومرهفة بحييك عليها وبقول كمان صديقي كثير 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 مهم أن تعرف أن الحزن أسهل بكثير من السعادة لا يحتاج إلى جوت يعني إذا أردت أنا الآن أن أصبح حزينة صدقني بلاقي عشرة آلاف سبب للحزن والكآبة عرفت كيف؟ بطبيعة الحال طول هالبودكاست وفيني يقول يا الله ده حلو أنه هل سيطلع فيديو أطول والناس تستمتع شوف نفس الموضوع أنا أستطيع أن أقلبه إلى شيء آخر الحزن جدا سهل سهل ما بده مجهود نفسيا أتحدث يعني بطبيعة حال يقولون لك أكثر اثنين هرمون يجب أن تبذل جهدا لكي تصل إليهما هنا الدوبامين والتستيسيرون الأكثر الهرمونات التي تحتاج إلى جهد هي الدوبامين العصبية والأدرينالين والأغري والتي تأتي مع القهوة والتدخين والأغري وكذلك هرمون العصبية والعصبية إجمالا وهرمون الحزن أنا سأنا حزين ليش أنت حزين ما بعرف المهم أنه أنا حزين بتعرف الحزن؟ لما الواحد يحزن شو بيعمل ذري؟ فينرجع لأورا شوي صاح؟ منهم لما يصعد شو بيعمل؟ بيعمل سلوك لما فيه واحد سعيد بيعمل هيك أنا سعيد مبسوط لا أنا مرتاح ممكن أنا سعيد أنا مبسوط أنا قادر فيه أنرجي فيه بالضبط السعادة تحتاج إلى جهد ذهني قبل أن يكون جهد سلوكي بطبيعة الحال ما شفنا واحد بالملعب قال قول بينما شفنا واحد عم بيقول مثلا يا الله الحزن سهل عرفت كيف؟ نفس الأمر أنا أقول لكل شاب الآن جيب ورقة وقلم أحضر أيها الشاب ورقة وقلمني الآن اكتب عليه ما الأشياء التي تجعلني سعيدا والله ستجد أشياء لن تجد كل شيء أنه ستكون أكثر بكثير وستمتلئك القائمة ولن تنتهي ولو أن تعد نعمة الله لا تحصوها أما إذا طلب منك لو سمحت تكتب لأشياء التي تشعرك بالحزن رح تكتب وتمحي رح تكتب وتمحي رح تكتب وتمحي رح تكتب الله لا ما تستهل ليش؟ لأنك بدأت منطق حزنك فإذا منطقت حزنك ستكتشف أن ما جعلك حزينا لم يكن حقيقيا أما الأشياء التي يجب أن تجعلك سعيدة حقيقية للغاية ويجب أن تبدأ بها يعني مرة جاني واحد من المحاضرة قال دكتور كيف كنت سعيد؟ قلت له كنت سعيد شو كيف يكون سعيد؟ أنت الآن اسعد أنت اسعد لأنك معي وأنا معك نحن الآن متوافقان نحن الآن في دبي نحن الآن في دمشق بأي مكان هل تذكروا موضوع الكهرباء؟ نعم أذكر جيدا أنه ثمت شخص يعيش في وسط دمشق مرة مزح معي قال لي بتعرف أن أكون مبسوط بموضوع قطع الكهرباء قلت له لماذا قال تمنحني الفرحة عندما تأتي لا يبتضحك الموضوع غير واقع وغير صحيح وغير منطقي لأن الكهرباء لا يمكن قطعها ولا قطع الغذاء أن يكون سعيدا للإنسان لكن بطبيعة الحال حتى هذا الإنسان الذي يعيش الظروف الصعبة يستطيع أن يكتب الأشياء التي تسعده تمام أنه بالتأكيد سيجد أشياء كثيرة تستحق أن يسعد وتستحق أن يكون بحياة أجمل بإذن الله تعالى هذا ما أريد أن أقوله أن نمنطق السعادة ونمنطق الحزن حينها فقط سنجد أنه لا شيء يستحق الحزن بينما الأشياء التي تستحق السعادة كما ذكرتها كثيرة جدا 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 فإن أردت أن تعد المثالب في حياتك ستجد أنها قائمة بسيطة جدا وكتابتها على فكرة مفيدة في علم النفس الصديقي الكتابة جدا مفيدة مرة في واحد قلت له شو حابب تعمل بألفين وثلاثة عام آه لسا ما كتبت طب شو حابب تعمل والله بدي شوف يعني ممكن أعمل كذا وكذا وكذا وين التحدي الذي صرحته لأجلك أول من يجب أن تتحدى قبل أن تتحدى الآخرين وتتحدى الناجحين وتتحدى الظروف أن تتحدى نفسك أنا في هذا العام سأنجز اللغة الإنجليزية أنا في هذا العام سأمتلك الخبرة الفلانية التي أحتاجها في عملي أنا في هذا العام سأفعل وتكثر هذه السينات التي تصنع النجاح هذا جدا مهم كذلك سأتغلب على عادات السلبية وفي خماسية ربما سقتها كثيرا يستطيع أي شاب صديقي أن يكتب أهدافه من خلالها أولا النجاح العلمي ما المعلومات التي ستكتسبها في 2023 وعلى فكرة حتى رمضان ممكن نعتبره بداية عام بطبيعة الحال هو موسم كما تعلم تستطيع أنه اعتبارا من شهر رمضان الكريم من رمضان إلى رمضان تبدأ من الآن إذا كانوا سيتابعون هذه المقابلة برمضان أو بعد رمضان أو بغض النظر إذن هذه واحدة قلنا ماذا؟ النجاح العلمي هل ستكمل دراسة الماجستير؟ والله عندنا ما خرج سافر السفر فيه ما فيه إن شاء الله تعالى خير أنا درست كل دراستي تقريبا أكثر دراستي درستها خارج وطني وخارج بلدي كنت أذهب إلى وحتى هذه اللحظة عندي الدكتورات الثانية التي أقوم بها الآن في تاريخ العلاقات الدولية ومجتمعية في جامعة الجنان لديكم في لبنان أذهب إلى هناك وأعود هذا أمر مهم جدا الدراسة طيب أنا ما بدي أدرس ولا بدي أتعلم ولا عندي القدرة المادية ماذا ستتعلم من اليوتيوب يا أخي؟ هو متاح أمامك بطبيعة الحال من يريد أن يضع العصي تحت الدولي سيجد كثير لا يوجد أكثر من العصي أنا هلأ أنا أعد أطلع لك خمسين عصايا في أمامي لا أرها أنا أنظر إلى الأعلى العصي هي تحتي تحت قدمي هذا مهم جدا أنت عم تشتغل أنت مهندس أنت إعلامي أنت صاحب استوديو أنت صاحب بيزنس بغض النظر عن عملك وأنت كذلك أنت صاحبة كارير معين أنت موظفة أنت في المنزل ربما لا تعملين كيف ستحسنين أداءك بطبيعة الحال الأداء العملي جدا مهم في أدوات تحسين الأداء العملي في منظومة نورياكي كانو اليابانية التي أستخدمها لتحسين كل النماذج العملية في المؤسسات في خدمة العملاء في الإدارة في القيادة في الإعلام والظهور في الفعاليات وتنظيمها نورياكي كانو جدا يجب أن يقرأها الأشخاص الذين يتابعوننا هذه الثانية الثالثة بعد النجاح العلمي والنجاح العملي قال النجاح الاجتماعي ام تأخر مرة حكي دخالتك ما رح حكي أمك ووالدك يعني نصيبك موضوع هذا فيه تقصير أمك ووالدك وشقيقتك وشقيقك وموضوع زوجتك وأبناءك هذا موضوع يفترض أن يكون ماذا أن يكون يعني طبيعيا لكن ماذا عن المحارم الأشخاص ممكن نحن مقصرين بالسؤال عنه ونعرف شوضوع المادي ونعرف قدي هنا يمكن بحاجة لكلمة هذا أصعب موضوع فكرا مع أنه هو بديهي يعني يفترض أن يكون بديهي الموجود حوالينا من الأهل من الأراهيم ولكن هو أصعب أصعب موضوع يمكن أسهل شي أنه ناخد يمكن الرجعة سهلة بالقرار بالعمل أو أو إذا أنا اخترت كرير معين أو دراسة معينة الرجعة سهلة بس القرار الاجتماعي الرجعة فيه صعبة إذا كان بالزواج أو إذا كان بتعاملك مع الأشخاص ما فيك تزعل أمك وأبوك وترجع وتقول ما بأثر يعني سنتين ثلاثة بعيد عنهم وبعدين بصلح الموضوع بس فيك تاخد يمكن قرار بالعمل وتقول ما أنه قرار سليم مستعد تغير الكرير كامل وخمسة سنين ما رح يتأسره كثير تعوض العمل ولكن الموضوع الاجتماعي لا يعوض والدمج اللي فيه أو الضرر اللي فيه مؤذي وخصوصا إذا الزواج والأطفال والإنجاب يعني هيدا الموضوع يعني القرار فيه صعب بس كم من الخمسة حافظ أنا واحد من الناس مرة عملتك بحث صغير عن ما فوائد العيد العيد بشكل عام كل الأعياد عيد الفطر عيد الأطحى عيد الميلاد الأعياد بالشكل عام في حياة البشر ما فوائدها فاستغربت أنا وعن ببحث بتعرف الواحد بجيك أفكار ما كانت في باله أصلا طلح في فائدة اجتماعية عظيمة لها علاقة أنه العيد موسم لحتى تبعت للتاني كل عام وانت بخير وانت مأصر معهم فأوكي خلاص بيصير بيعتبرك هذا تبع الأعياد هذا تبع ما بشوفه شوء معلش ببينهم من الواتساب يعني أنا مثلا في أشخاص أتذكرهم في العيد أنا لا يمكن أن يأتي علي عيد إلا أرسل مقاطع صوتية لكل خالاتي وكل عماتي لا يمكن كل خالاتي وكل عماتي وكل محارمي بطبيعة الحال والأشخاص اللي في بيني وبينهم سترحم مقصدي بل كلمة محارم يعني بطبيعة الحال كل عمامي وأخوالي كمان بطبيعة الحال فلذلك يجب أن أرسل لكل هؤلاء أطمئن عليهم بالعيد خلاص هذا موسمي أنا إنسان موسمي نص مصيبة يا سيدي قتل خيرك ونعم المشاغل قد تمنعك أنك أنت تقوم بكل هذه الواجبات خصوصاً لما تكون أنت شخصية رسمية وعم تظهر بشكل عام على السوشيال ميديا والذي كأعمالك والبزنس طبعك صعب أنك تكون متواصل مع كل هذا الكمل هائل من أفراد العائلة هذه نقطة جداً 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 مهمة موضوع الحياة الاجتماعية ثلاثة دوائر الدائرة الأولى هي دائرة العائلة القريبة يعني الدرجة الأولى الأم الأب الزوجة الأبناء وضمن هذا الترتيب يجب أن نركز بالنسبة للأشخاص بشكل عام المرأة ربما حتى يكون نسبة لإلها عاطفياً مثل ما حكيت الرجل الزوج ثم الأم والأب والأبناء الدائرة الثانية هي صلة الأرحام الناس اللي انحها الدرجة الثانية والثالثة والرابعة الدائرة الثالثة الناس أجمعين هي كتير من أطعها ومن ننسها أنا بدي حسن تعاملي حتى مع عامل البترولي اللي أنا بعبي سيارتي عنده شو هاي طبع عبي فول سبيشل شو عبي شو ليش فعل الأمر أصلا يجب أن أحسن تواصلي مع الناس يجب أن أسعد قدر الإمكان كل الناس على فكرة لم يكتشف علماء النفس مهدئاً للأعصاب أقوى من الكلمة اللطيفة في وقتها المناسب والكلمة الكلمة الوحيدة التي تفهمها كل شعوب الأرض هي الابتسامة الكلمة الوحيدة التي تفهمها كل شعوب الأرض هي الابتسامة فلذلك هل يمكن سألني أحدهم تحسيني لحياة الاجتماعية أن ينعكس على داخلي أنت يا حبيبي كائن اجتماعي عندما تبتسم بوجه أخيك ليش قال صدقة ليش صدقة ابتسامتك في وجه أخيك صدقة لأنه أنت هنا تتصدق عليه بسعادة عندما ستراه سعيداً ستسعد أنت بالمقابل لأنك ستشعر بالإنجاز من منا لا يسعد لأنه أسعد إنساناً فبالتالي هي صدقة لكن اعذرني هي صدقة متبادلة كذلك الكلمة الطيبة صدقة فأنا بالنسبة لي أستمتع لما أرى أخت مثلاً فلبينية أو آسيوية أو حتى شخص من جنسيتي أو جنسيات أخرى لما أجري معه نقاشاً أو حواراً ذكياً أستطيع أن أخرج السعادة من قلبه بطبيعة الحال دون أن أتدخل بخصوصياته فأرى البتسامة على وجهه قم ما أكون في السعادة كذلك لما منزل فيديو من سبيل الكرير طبعاً منزل فيديو ويسعد الناس هذا جداً يسعدنا بطبيعة الحال هذا جداً مهم فإذك هذه الدوائر الثلاثة يجب أن نركزها بها ولكي نحسن الدوائر الثلاثة على فكرة نحسن أدوات التواصل الصوت الكلمات الوضي لانجوج اختيار الكلمات كيف نتفادى في تعاملنا مع أسرنا نتفادى فعل الأمر نتفادى سؤال لماذا وهو أخطر سؤال في عالم التربية والتواصل سؤال لماذا ونتفادى فعل الأمر ونضع بدائل لفعل الأمر مرة واحد قال لزوجته سوي لي الشاي مغلوباً على أمري هالمسكين قلت له ماشي أم قال له واحد تاني قال له بتسوي لي الشاي قالت له من عيوني ليش لنو صار سؤال طب شو اللي تغير حرف واحد سوي لي بتسوي لي حرف واحد قد يغير كل اللي حكيت عنه طائد جزل وقلت أنه الإنسان إذا بيجذب بيجذب حوالي السعادة الجذب سنتكلم عنه بعد أن أكمل الخماسية إذن قلنا العلمي العملي الاجتماعي الرابعة قلنا ماذا الآن أقولها هي الروحي بصراحة نحن كائنات روحية يعني حتى الذي يدعي مننا أنه لا يؤمن إطلاقاً بأي إله عندما سيقع فوراً عيونه ستتجه نحو الأعلى دون أن يشر بطبيعة الحال يجب أن تملأ قلبك بالتسكية بالروح بطبيعة الحال أن تروح عن نفسك بأشياء كثيرة أنت تجد أنها تكسبك هذه ماذا الطاقة الروحية رقم خمسة ونختم بها بطبيعة الحال هذه الخماسية التي نكتب من خلالها أهدافنا كما ذكرت اللي هي الجانب الصحي شو الفائد وأنا مضبط كل هدول وأنا صحياً مجدير بالي على حالي لا أنا بهذا العام تأتي بالي على صحتي وهيك قسمت لدوائر الصحة عندك الصحة النفسية جداً مهمة المقابلة كثير حكينا عن موضوع الصحة النفسية بطريقة غير مباشرة أيضاً موضوع الغذاء يعني هل أنت من هؤلاء الذين يأخذون الشيء طيب أم لا يأخذون الشيء كم سورة حرارية في فرق بين الاثنين فبس لفت واحد عامل هيك بالمول هذا بيهتم بس لفت واحد طيب معناته هذا انسى غرامك راح فالغذاء ماذا تأكل أنا واحد من الأشخاص لم يدخل السكر وبيتي منذ سنوات أبداً البيبسي إلا إذا كنت مثلاً مضطر وضيف عند جماعة أو عند ناس وحطوا لي سكر أكيد لا أردهم بطبيعة الحال لكن لا يدخل السكر وبيتي التدخين التفاصيل كثيرة قد تدروا صحتي أنا مباشرة أمتنعوا عنها لأنه بإثبتي يجب أن أحافظ على هذه الأمانة التي أودعها الله بين يدي أي نقطة النقطة اللي بعد الصحة النفسية حكينا عنها أيضاً موضوع الرياضة الموضوع الرياضة قد يفهم البعض أيها رياضة جيم البعض ممكن تعرف بعض البلال الفقيرة تكاليف لا يا سيدي أوهموك وقالوا لك أن الرياضة عضلات ترى الرياضة ماشي الرياضة حركة ببساطة تامة اليوم ثمت ما شاء الله تطبيقات تسهل موضوع قياس الحركة عشر تلف خطوة مثلاً في اليوم وتفاصيل كثيرة يعني باختصار هذه الخماسية أعتقد أنها ترسم حياتك صح فعلا ببساطة وكملت يعني بكل أجزاء وما حتشوف سادية ساعة فكرة إذا بتحاول تفكر ما بتلاقي السادسة قطينا الصحة وقطينا الجانب الروحي الجانب الاجتماعي والعملي والعملي والدراسي والروحاني حتى الروحاني ما حتش روحاني معك من هول لتخلص المقابلة أوكي يمكن العطاء ما بعرف كيف العطاء بالروحاني حكينا عن الصدقة شو نسيت ما حتشبت معك أوكي طيب الطاقة الطاقة الجذب وأنك تجذب السعادة وتجذب التعاسي بنفس الوقت أنه أنت عطيت مثال كتير حلو والضحكة لما بتبتسم الشخص اللي قدامك دغري بيبتسم فهيدي شغلة فيزيكة اللي مكان وواضحة وبسيطة في أمور تاني ممكن تكون منا واضحة بس نحنا هل نحنا في عنا طاقة فعلا منجذب الأشياء إذا نحنا سعيدين منجذب السعادة لألنا وإذا نحنا حزينين منجذب الحزن والأشخاص اللي حولينا بيكتروا من نفس النوع اللي نحنا نعطيه هل هيدا الشيء فعلا بها الشكل بتلاقي أنه في طاقة أول شيء بتأمن بها الطاقة الموجودة بها الشكل هيدا أنا أؤمن أن أكبر طاقة هي طاقة الله سبحانه وتعالى واحد اثنين الطاقة التي أودعها الله بالإنسان يعني أنا لا أؤمن أنه بالزاوية هديك عندك بالطاولة في طاقة يروح لنأخذها ونرجع لعندي لا يا صديقي أنت إذا ذهبت إلى هناك ستمنح ذلك المكان طاقة بطبيعة الحال أنت الطاقة يعني إذا بدك أنا أؤمن بهذا الجذب لكن من العكس عكس الطريق الذي يذهبون إليهم يعني بمعنى طاقتي أستمدها من رغبتي بالحصو بالوصول صحيح بطبيعة الحال طيب عندما أرغب أنا بدي أصير إعلامي أنا بدي أعمل بودكاست أنا بدي أعمل بودكاست لا لا يوجد هكذا حتى الفهمانين بعالم الجذب يمنذجون هذا الأمر بطريقة صحيحة وشرعية وسليمة وحتى بكل النواحي المنطقية سليمة واللي بدوني أنا أخرج المدرمين واخرج ذكرت السؤال لأنه مرتبط بحديثنا حكينا عن الصفية بأعتقد هذه البارت وقلتلك أنه الإنسان اللي عم بدور على سعادة اليومية نعم يا أما في أشخاص بيكونوا حكيمين وقدرين يعيشوا يومهم كل يوم بيومهم يا أما بتلاقي أشخاص أنه بيتجهوا أنه يكون خلاص يروح ويبعد عن الأشياء المادية بس بشكل مبالغ فيه يعني تلاقيه أنه يعني حتى لبسه تغير الزهد تقصد الزهد بس مش بال يعني مش بالمعنى أنه الإيمان والصلاة لا أنه يمكن بالتقشف بالتقشف بأنه يقعد بس بهال الأمور اللي إحنا عم نقول عم نحكي عن الطاقة هاي بيصير بتلاقيه بيبالغ فيها يعني عن طريق يمكن هلا هي ممكن تكون هي أدوات مفيدة يعني ممكن كل إنسان إذا بيأمن بس يقعد مع الطبيعة وشي شيء أكيد مفيد لقعدي بالطبيعة بس المبالغة فيها بمعنى أنه يمكن هيدا الحجر لونه هيك بيعطيك هيك فيه أمور كتير وبس أكتر جزء هو إنه الزهد أو الصوفية مش بالمفهوم القديم تبعها بالصوفية بمعنى أنه المديتيشن وأنك تروح أساليب المعالجة اللي بتكون بعض منها مألوف ومعودين عليه إنك تروح تشم هوا وتعرض مع الطبيعة وبعض منها شوي مبالغ فيه شو رأيك فيها؟ بطبيعة الحال أنا لست ضد أي تجربة في العالم بالمطلق أني نأخذ كل هذه كل تجربة على حدة وأفهم كيف يمارسه هذا الإنسان ولا أي مدى يعطيها من وقته وجهده وطاقته وبعدها أقيمها يعني ما عندي شي اسمه ما موقفك من الجذب وما موقفك من اليوغا لأن الجذب اليوم حاول أن تحاول أمثالي هذا السؤال تسأله لعشرة مثلي كل واحدة يعطيك الجذب بطريقة فأنا أقيم كل واحد منهم على حسب ما يقول بطبيعة الحال هذه جدا مهمة أما أنا بالنسبة لي ضد الاستغراق بأي أمر ما سواء كان البذخ وسواء كان الزهد لأنه لا أحد يريد مننا ذلك لا العلم يريد مننا ذلك ولا الأذيان تريد مننا ذلك الاستغراق هو مرض على فكرة الاستغراق هو التركيز المبالغ به لاحظ في الجملة قد تكون جديدة على كثيرين كيف يعني؟ صارت معك أو مع كثيرين حواليك تشوف واحد مثلا عم بيقول لك ما زعوج بطل له ليش بطلع من البيت هو بطل له ليش بطل له ليش بطل له ليش بطل له في حبة طالعت لي هون أنت بدك مجهر لحتى تشوفها بس هو شايفها كتير كتير كبير تعرف ليش أنه ركز عليها على الإنسان إذا ما أراد أن يركز على أمر أن ينتبه من هذا الاستغراق حتى لو كان هذا الاستغراق وبالحب أنت بتجرب أنك تحب إنسان ودول أنا حبيته جرب تفكر فيه زيادة عن اللزوم تبدأ ترى فيه محاصن هي ليست موجودة به وتبدأ تتلاشى من أمامك عيوب هي جدا واضحة به لكنك لم تعد ماذا تراها ذلك أنا مع أن الإنسان كما ذكرت أنت ضمن كلامك أنه بحتاج أنا أطلع للطبيعة وبحتاج أني أتأمل وأتفكر وهذا من صلب الأديان يتفكرون في خلق السماوات والأرض لكن لا دعي أنا أستغرق وأشعر أني أنا إذا ما عملت هذا الشي يمكن أن أعجب يصلي فللأسف هذه صارت مصيدة يقوم بها بعض المتاجرين بهذه العلوم أنه يقول لك اليوم الساعة 13 و 5 دقائق سيكون ثمة نفحة روحاني ما شاء الله عليك طول بركاتك يعني بركاتك كيف عرفت أن هناك نفحة وليون آه رأيت الكواكب من حيث أنا لا أؤمن بك بأي علمي زائف حتى يثبت مش بس هذا الشيء فعلا موجود استغرقوا بها حتى وصلوا إلى مرحلة نمذجة هذه الأمور وأن تصبح دورة تدريبية تقدم بخمسة أيام بلياليها صح ما نريده منكم شيء بسيط للغاية نعم يمكن أن تشعر ببعض الروحانيات الجميلة بعض التجارب الروحية التي تجلت فيك فتنصح بعض الأشخاص حولك لكن أن تضع لها قانونا ويجب على الجميع أن يمارسه وإذا لم يمارسه وما بعرف شو بده يصير وما بعرف كذا وهذه مشكلة جدا وصراحة إحدى الدراسات جامعة أم القرى حتى أعتقد شاركت بها إحدى الدراسات تتحدث وطلاب صنعوا أطرحات دكتوراء أن طبيعة الأشخاص الذين يستغرقون بهذه الأمور متشابهون غالبا يغلبون العاطفة أنا أبدأ لك نساء حتى لا أحد يزعل يغلبون غالبا العاطفة على المنطق فبيكون غالب الزبائن يكونون من هذه الفئة يغلبون عواطفها أثنين هدول الأشخاص أصلا عندهم أوهام بحياتهم فيصدقون كل أوهم فهتجد واحد منهم يقول لك طيب إذا فيه واحد بالمئة يمكن هذا الحجر فيه طاقة أريد أن أقتني حتى لو سأتفى عمليون ومعظم المدربين بيكونوا نفس المشكلة عندهم يعني بعض المدربين اللي يعطوا هذه بيكون هو عنده مشاكل لأنه فعلا مآمن بهالأمور أما التصوف حتى قبل ما نقفز من هذه الفقرة عديتها مرة محد أما التصوف التصوف له أصل الأصل تبع التصوف التخلية ثم التحلية شوف ما أجملها التخلية ثم التحلية الجميل بالتصوف أنه ركز على القلب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها كثير مننا على ماذا يركز ماذا فعلت ماذا سأفعل ماذا سأنجز ماذا سأأكل ماذا سأشرب طيب جربت شي مرة تقيس نسبة التكبر الذي في داخلك جربت شي مرة تقيس كم لديك من الطمع في داخلك جربت شي مرة تفكر وتسأل حالك أنت حسود شي النظر إلى القلب أدي أنا عندي أمراض وأديش لازم أنا اعتني بإني صح طريقي في ماذا مدوات هذه الأمراض بطبيعة الحال فأول ما يعلمنا إياها التصوف محاسبة النفس محاسبة طبعا الإيجابية ليست المحاسبة السلبية هذه المحاسبة الإيجابية التي تجعلني أرتقي بقلبي وعندما سأرتقي بقلبي سيرتقي سلوكي مش سأرتقي بسلوكي سيرتقي فورا سلوكي لأن صفاء القلب سينعكس على الوجه يوصلوك هذا لابد تبني أنت أصغر مؤلف جامعي بالشرق الأوسط وما شاء الله عندك يعني عم بتدرب وبالسوشال ميديا عندك أربع من أكتر من أربع مليون متابع وعندك تأثير يعني شو أكتر شي بتحبه بالتدريب وشو اللي خليك تتجه لهال يعني لهال تخصص أعتقد أن الشيء الوحيد الذي ما رح أتركه أفداً بحياتي هو موضوع التدريب وأن أدرب الناس أن أعلمهم أن أبلغهم رسالتي أني وقف أمام الناس وعطيهم من الأفكار التي لدي وأوصل الرسالة اللي عندي اللي خلاني أتجه إلى التدريب أن في التدريب قدرة على تغيير حياة الأشخاص بشكل عجيب جداً يعني أنت عارف شو معنات المهنتين الوحيدتين أتوقع حسب علمي يلي يجلس بين يديك الشخص فيه مستسلماً هي الطب والتدريب يعني بالطب يقعد عندك المريض يقول لك سلمتك نفسي شوف عندي أمراض داويني صح؟ نفس الشيان برأيي التعليم هذه أمانة كبيرة لما يجلس أمامك الشخص هو وراء من ضدته أمامه طاولة وبيده أسلحته قلم وورقة يلا املأ املأ عقلي معناته وآمن أن عقله فيه فراغ معين يريد أن يملأه بك بطبيعة الحال طبعاً الفراغ ليس أمراً سلبياً كلنا ثمت فراغات كثيرة في عقل وينا نريد أن نملأها فهذا الشيء صراحةً جداً لطيف وجميل أن تجد هذا الشخص الذي يريد أن يتغير وأنت ستكون المغير بإذن الله والشعور بالعطاء أجمل شعور تشعره في حياتك أن يأتيك شخص في آخر البرنامج تدريب لك غيرت حياتي لك أنت أضفت لي شيء لا تتخيل الأجمل أكثر لما تجد نجاحاتهم أمامك على السوشيال ميديا لما تدرب كبار الشخصيات حتى أذكر أحد يعني حتى الوزراء الكبار الذين يظهرون يقول لي يعني أنا مستغرب يقول لي كيف كنت أظهر أمام الإعلام قبل ما أخذ معك المحور الفلاني كان يقول لي أنا مستغرب كيف أنا هذا المحور مهم جداً في عالم البروتوكول والظهور والتعامل مع كبار الشخصيات وإلى آخره فعندما تسمع مثل هذا الكلام هذا يعطيك طاقة نحن وناس نعيش على وقع هذه الطاقة أنت بتحب مني إلاك كلام جميل كمان هيدا تخصص يعني هلأ اللفت للموضوع أنه الظهور الإعلامي فيه إله تخصص وإله تدريب حتى أنك تعمل محتوى فيه إله أساليب وفيك فيك تتدرب عليه يعني أنا مش بتدرب أنا هلأ قاعد قدامك حاس حالي ملبك صراحة لأنك استيز بهذا الموضوع بس هو حلو أنه التدريب على إلقاء الكلمة التدريب على أنك تكون تقدم محاضرة على يمكن تكون كيف تكون مدير بشركة أنه فيه إله بيفيد بعدة مجالات صحيح مئة بالمئة بطبيعة الحال فيه ثلاث شغلات بيعطوك الطاقة الإيجابية على فكرة وبيعطوك الثقة الأمر الأول قال كلمات ومن حولك هذه قضية أنه أنا ما بتأثر بك أنت كائن متأثر يحزنك الذي يقول أنت متأثر كلمات الذين حولك طيب ماذا لو كان كلمات الذين حولي سلبية جان جاك روسو في العقد الاجتماعي وكثر تحدثوا عن موضوع عنك بإمكانك أن تصنع قائمتين من الأشخاص السلبية وإلى قائمة السوداء وقائمة بيضاء أقول هؤلاء سأتأثر بهم هؤلاء لن أتأثر بهم هذا الشي يعمل لك قبل حتى تلتقي بالأشخاص لأن لن أتأثر بهؤلاء فيقل جدا مستوى تأثرك لأن أنت قريب يحط بالقائمة السوداء بس ما تروح عند الناس لأن تروين حطيتك اليوم بالقائمة السوداء هذه قائمة السرية هذه واحد كلمات من حولك رقم اثنين التي تفضلت فيها هي التدريب الدربة الميران لما يكون أمامك مدرب صاحب قدرات عالية يعمل لك أنت تستطيع أنا لأن لديك أربع نقاط سلبية وثلاثة نقاط إيجابية نقاط السلبية واحد ثلاثة أربعة انتهي منها والنقاط الإيجابية حافظ عليها وتبدأ ينمي عندك النقاط الإيجابية بعد فترة خلص تعرف أنا قادر بشهادة فلان الذي دربني وهو معروف في مجاله وهو الدربة والتدريب والميران جدا 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 مهم الأمر الثالث الخبرة أنا واثق هذه المقابلة رقم رحين على 80 نحن صح أنت حاسس بأنك مبسوط وعن تعطي هذا الموضوع بشكل طبيعي بعد أنك الآن مدرب ومتحدث لكن بشكل عام أنت في مقابلاتك أنت صاحب ثقة صاحب ثقة في جلستك وكلامك هذا جدا مهم بطبيعة الحال وأنك في شيء بميزك سأقول أنه يمكن بحد ذاته هذا الشيء الذي تعمله أنك أنت تكون محاور من دون ما تحضر أسئلة مبرمة ورسمية هذا الشيء عم بيخلي الآخر يأخذ راحته فيمكن هذا الشيء اللي أنت عم تعمله بالغلط بعد فترة يصير هو مدرسة والناس تتعلم منه بطبيعة الحال عرفت كيف فبالعكس اللي عم تعمله جيدا حلو عم يعمل انتشار بالضبط في أمور كلاسيكية يعني هي صح لأنه منتشرة كانت قبل وكانت محدودة ضمن برامج معينة أو ضمن منصات معينة بتحديدا التلفزيون يعني بس لما فتح السوشيال ميديا وصار كل إنسان عنده منصة الكاميرا تبعه وصار يعبر عن حاله تكتشف أنه مش ضروري أنه أهم شي كل إنسان طبيعي جنيوان عم يحكي الشي اللي فعلا هو من داخله بغض النظر لو خربط ما بيأثر لو إنه إنسان أكيد الدراسة كتير مهمة والخبرة كتير مهمة بس بعتقد الصدق أهم صح وفيه شغلي بدي سألك عنها بالتدريب هل الكاريزما تدرب ولا هايدي شغلي تخلق مع الإنسان بعض أجزاء الكاريزما تدرب وبعضها لا يدرب الكاريزما مفهوم مواسع لثلاثة أشياء يقول ألبرت مهربيان أنا خلفته بالرأي أنا أجدها خمسة ولآن أجدها سبعة والعلم يتوسع هو يجد أن الكاريزما هي الصوت والكلمات ولغة الجسم أنا أضفت لها بطبيعة الحال الوقفات لأن وجدت أن الوقفات ليس لها علاقة بالصوت وأضفت لها كذلك بعد الوقفات العيون وجدت أن النظارات ليس لها علاقة بلغة الجسم أو لها علاقة لكنها يمكن أن تفصل أن العين هي الجزء المرئي من الروح قد أكذب عليك بلغة جسدي لكن عيوني ستكشفني مباشرة بالتالي هذه الخماسية وأضفت لها فيما بعد البروتوكول والإتيكيت ثم أضفت لغة الأرواح وتعثق بالنفس كيف نكتسبها مع الوقت وهكذا المهم هورد كهارتنر يتحدث أن الذكاءات المتعددة وصاحب هذه النظرية في بعضها يكتسب وبعضها لا يكتسب فبالنسبة إلى الإلقاء يكتسب عندكم في الجمهورية اللبنانية ثم تسياسيون كانوا في الكلام غير ناضجين كليا في قدرة يمع الكلام دون أن أذكر أسماء وليهم متحدثون باجعون إلى حد كبير تدربوا بطبيعة الحال ولكن هم نجح الأساسي هل هذا الشخص الذي تدرب على مهارات الصوت ومهارات الكلمات سيكتسب القبول هذا القبول من الله سبحانه وتعالى طبع هل يترى هذا الشخص سيكتسب الهضامة ممكن يتصنع قليلا من الهضامة يزيد تثبتها شوي لكن هل الهضامة هي تجري بالمرنة يعني هل هناك دورة في الهضامة حتى ننتسب إليها كلنا بطبيعة الحال فلذلك هناك أشياء سبحان الله هذه تأتي مع الإنسان هو قريب من القلوب أصلا قربه من القلوب لا يكفي من دون أن يمتلك أدوات الظهور الإعلامية وينميها صحيح يعني الله ممكن يعطيك موهبة صحيح بس أنت زمنا ميت مرحة تكبر دكتور محمد عصام شرفتني سعيدا ومبسطت كثير فيك واحد يخافي يقعد الدين مدرب خصوصا الله يزعب بالقاء باللغة العربية بس مبسطت كثير بحديثك ربي بارك فيك وأنا مبسطت بلقاءك وإن شاء الله دائما نلتقي على كل خير إن شاء الله شكرا لكل اللي أنجحوا هذه المقابلة معك بسلام شكرا